شاهدين موجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يقوم رئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو الجاري على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحادي شتاين ماير والمستشار الاتحادي أولعف شولز وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية فضلا عن مشاركتي في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان مؤكدا أن زيارة رئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكل البلدين بتعمق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأضاف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ الذي يمثل أولوية مشتركة سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي وقضايا إقليمية ودولية أخرى قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن العالم يعاني من تدعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التدخم غير المصبوقة التي يواجهها العالم اليوم وفي كلمة له من مدينة العالمين أضف مدبولي أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار أوضح مدبولي أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالية 100 مليون برميل سنوية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديماتري بيسكوف إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة وعشر بيسكوف في حديثه للصحفيين أن موضوع الحبوب من اختصاص العسكريين الروس لأفتا إلى أن التقارير حول هذا الموضوع تصدر عن العسكريين حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنن من أن محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات داروسيا ستؤدي إلى ركود عالمية وأوضح فرشنن أن اضطراب أسواق السلع العالمية كان نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ذكر بيان لمكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو مترالا أن الرئيس رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو جراجي وطلبه بمخاطبة البرلمان للحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد وكانت جراجي قد تقدم باستقالته بعد أن رفضت حركة خمس نجوم أحد أعضاء ائتلاف الوحدة الوطنية دعمه في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار وقالت جراجي إن الائتلاف الذي دعم حكومته لم يعد موجودا أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 113 حالة مصخوبة بأعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227 143 حالة وأضفت اللجنة في بيانها اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لتظل خصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة أما رياضيا ففاز سيراميكا كيلو باترا على ضيفه الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابع والعشرين من الدور الممتاز وسجل خماسية أصحاب الأرض كل من محمود نبيل ومصطفى سعد وشادي حسين وشريف دابو وحمزة مجدي وبهذا الفوز تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة فيما تراجع الاتحاد إلى المركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة نهاية مجدد ثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خيرية مصر بعد الفاصل